طيب كابتن محمود الخطيب بالشكل ده بالشعر ده شوفوا بقى الزكاء يدي على كابتن محمد عامر وقتها كابتن محمود الجهري اسمع الشعر ده من ظهر اللعبة كان صعب إلا إذا كنتش حفظهم قوي تعرفهم من بعض بالضبط شوفوا بقى زكاء كابتن محمود الجهري عليه رحمة الله إزاي في بطولة 81 الأهل بيلعب مع نازم بالجابوني إياب دور الثمانية وعارف إنه الفريق الجابوني مركز على نمر عشرة ده سبب حتى إنه كابتن الخطيب لما تكلم إنه في مفارقات قدرية غريبة لعب نمر عشرة لأنه أول نمر اللعب بيها هو موليد شهر عشرة هو العاشر بين أخواته فارتبط برقم عشرة بشكل صريح جدا وطبعا شفنا قبل كده احنا في تقرير لنا قدقى رقم عشرة عدد كبير من موهوب الكرة العالمية موليد شهر أكتوبر ولبسه نمر عشرة إذا كان بليه أو ميسي أو ماردونا لكن كمان حتى على المستوى المحلي عدد كبير من الموهوبين كانوا موليد شهر أكتوبر لعل أبرزهم علي أبو جريشة والكابتن علي أبو جريشة والكابتن وليد صلاح الدين وعدد كبير من الموهوبين وده سر محدش يملك تفسير ليه لكن نمر عشرة في الملعب الكابتن محمود الجهري أمام نازمبي الجابوني استغل فرصة إنه الجانب الجابوني بيدور على نمر عشرة فلبس الفانيلا للكابتن محمد عامر فخد محمد عامر العلقة وسجل الخطيب دمان كنا مربين شعرنا وشعرنا كده بكنيش والشوكة وكلاب ده كله فكان فيه بعض الملامح بينه وبين الخطيب مع الشعر الكنيش دوت فطبعا كان الكابتن جهري اقترح علينا إن إحنا نغير الفانيلا أنا كنت بالبس دايما رقم 12 الخطيب يلبس عشرة فغيرنا الفانيلا أنا لبست عشرة وهو لبس 12 كنت أنا الدبلير بتاع الخطيب فخدت علقة يعني علقة محترمة جدا من واحد كان نازل عشان يمسك رقم عشرة وطبعا نفكر إنه الخطيب وده يعني قدرنا إن إحنا نفسح المجال للخطيب إنه هو يتحرك بحرية ندكا ندكا بريكا خد الخطيب وقول فاني وقول الأولاء للخطيب وقول الأولاء للخطيب بعد واحد وثلاثين ديال ثلاثة مصدون مصطفى الخطيب لمصطفى عبده يلا مصطفى در للخطيب نحن 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 نح شكرا